هذا التناغم اللي بدأنا به الحديث السياسي في تناول الملفات حتى لو كانت هناك اختلافات في الرؤى إلا أن هناك طريقة لإدارة الأمور بما يعود بالنفع على الجميع إلا أنها بالتأكيد تقلق البعض كإسرائيل نعم حضرتك وضعت يدك على مسألة مهمة للغاية أن العلاقات المصرية الأمريكية كلما اقتربت من إسرائيل أو ذكر فيها اسم إسرائيل كلما كانت أسيرة للضغوط الإسرائيلية بمعنى أن حينما نتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في أي قضية ليست إسرائيل طرفا فيها فرص التقارب والتفاهم مع الولايات المتحدة تكون أكبر بكثير لكن إذا كانت إسرائيل طرفا في القضية التي نتناقش أو نتباحث فيها كلما ظهر الانحياز الأمريكي لإسرائيل وطرى مصر من الولايات المتحدة وجها غير مقبول إسرائيل سعت إلى إفساد العلاقات المصرية الأمريكية منذ وقت مبكر للغاية في سنة 1952 حينما قامت الثورة المصرية لم تكن الثورة المصرية تعادل الولايات المتحدة بل على العكس كان هناك اتصال بالولايات المتحدة الأمريكية وكان عبد الناصر حريص على التواصل لكن سعت إسرائيل إلى إفساد هذه العلاقة من خلال ما عرف بعملية سوزانة أو فضيحة لفون نسبة إلى بن حاس لفون وزير الدفاع الإسرائيلي وقت ذلك الذي كان يرعى هذه العملية العملية كانت باختصار عشان نوضح للسادة المشاهدين أن بعض اليهود والعصابات الصهيونية الموجودة في مصر حاولت تدمير المكاتب الاستعلامات الأمريكية والبريطانية وبعض الدول الأوروبية الأخرى وسيارات ومتعلقات لإفساد التقارب الذي كان متوقعا بين مصر والولايات المتحدة ومصر وبريطانيا بما يساعد على تسريع الانسحاب البريطاني من مصر وقت ذلك لكن كان الهدف من هذه العمليات إفساد وتخريب العلاقات وافتضح أمر هذه العملية لدرجة أن بريطانيا والولايات المتحدة طالبت مصر بالعفو عن من تم توقفهم من اليهود في ذلك الوقت أيضا في ستينيات وسبعينيات القارن الماضي كانت هناك محاولات إسرائيلية لإفساد هذه العلاقات حتى وصلت إلى القطيعة عام 1967 في البرنامج النووي المصري على سبيل المثال حاولت إسرائيل مرارا تعطيل إعادة إحياء هذا البرنامج من خلال مجموعة الدول الموردة لمواد النووية مصر موقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلاحة النووية وهذا يعطيها الحق في الحصول على تكنولوجيا نووية مساعدات تقنية من الدول النووية الخمس كانت إسرائيل دائما تعطل حصول مصر على هذه التكنولوجيا النووية مخافة إحياء البرنامج النووي المصري اقتصاديا كانت مصر تحاول أن تقنع كانت إسرائيل عفوا واللوبي الصيوني في الولايات المتحدة هو من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة على الإطلاق دائما ما كان يضغط على الإدارات الأمريكية المتعاقبة لاشتراط تسليم المساعدات الاقتصادية لمصر بتوسيع دائرة التطبيع ومن هذا جاءت اتفاقية الكويز في العام 2004 على سبيل المثال